في مكان أو مطحف اسمه جاير أندرسون ميوزيوم أو مطحف جاير أندرسون ممكن تحكي لنا عنه شوية؟ طبعاً هو مطحف جاير أندرسون دوت أصلاً اسمه بيت الكريتلية وده نسبة أنه آخر أسرة سكنت فيه من جزيرة كريت هو عبارة عن بيتين واحدة تبنى في القرن الستاشر والتاني تبنى في القرن السبعتاشر يعني فيه واحدة قدم التاني بمئة سنة ففي 1935 كانت الحكومة المصرية قررت أنها تهدوا علشان تعمل توسعات في مسجد ابن طلون طبعاً المسجد إذا غرقت مصر لا يغرق وإذا حصل حريق في مصر ما يتحرق لأنه على جبل يشكر هم جنب بعض جداً ففيه كان زابط إنجليزي وطبيب كان موجود في مصر اسمه جاير أندرسون كان دايماً بيحب يعدي من البيت وأغرم بحد كان ساكن في البيت دوت فلما بعد 29 سنة بعد ما مر على تقاعد قرر أنه هو عايز يشتري البيت عرض على الحكومة أنه هو يشتري البيت ويقوم بترميمه وهو كان غاوي قوي أنه هو يجمع تحف وأنتيكات وأطار فقال أنه بعد ما يموت إن كان ميت جوه البلد أو بره البلد تكون الأنتيكات والأطار دي ملك للشعب وتحول متحف بإسمه وده اللي حصل وكمان فيه مشهور فيه البير المصحور اللي هو بير الوطويت يقال يعني أنه لو حد بص فيه لما يكون الأمر مكتمل بيشوف محبوبه وكان فيه خادم لجاير أندرسون حكاله أساطير كتير قوي جمعها جاير أندرسون في مذكراته اللي طبعا برضو كتب فيها أنه مصر أحب البلدان إلى قلبه يعني وعمل الكتاب اسمه أساطير بيت الكريتلية منهم مثلا يعني طبعا أغلبها مش حقيقي يعني زي أنه السفينة بتاع التفان سيدنا نوح رسيت عند الجبل يشكر اللي في بيت الكريتلية أنه سيدنا موسى رمى العصاية فاتحاولت تتعبان عند المكان دوت طبعا جاير أندرسون راح لحد علشان ينقش القصص دي على أطباء من نحاس موجودة في سبيل بيت الكريتلية أه دا لزيز قوي دا لازم نروح نبص عليه أكيد